الخبر اولي عدنا عن نارين بيوتي ووصول حسابه بالليل انستجرام للثماني مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال العشر مليون يا ربو طبع لاتسون يا حبايب تباركوا لبلكومنتات على الانجاز الخرافي بالنسبة لنزلت المقطع اللي هو برنامجه الجديد يا حبايب اللي فكرته ان هذول اللجنة اللي هما بيسان وموفلوكس ونارين هما حكونون لجنة ومتابعين الغنون وشوفونهم الفائز عليكم اللي اكتبوا لبلكومنتات اللي شافوا الحقاعة جباتكم او لا ننتظر حاليا النور سريع حبايب والمقابلة سوتها ويا صباح العربية اللي سوت بها الشي كل صادم والي هي كشفت حقيقة انه هي حاليا بعلاقة حب فسألت المذيعة انه هل انت بعلاقة حب فهي ردت عليها انه واضح من وجهه انه هي فعليا بعلاقة حب وبالضافة قالت انه هي اي لايك ساموان والي هي يعني معجبة بواحد من الاشخاص فمنتقون هذا الشخص يا حبايب وهذا اكيد 100% انه هي حاليا بداخلها علاقة حب عاكوا رح تقوم الفيديو شوفوه هل نور بعلاقة حب ام لا اه اه انا خلص عرفت الجواب يعني من لمعة العيون انا عرفت الجواب لك انا انا بحب يعني بحب الحب وبعيش على الحب وانا حدا كتير عاطفي فمشاعري بتبين علي فانا انا اي لايك ساموان بس انه ما بعرف وان حيصير يعني نروح حاليا البيسان وانس شايب يا حبايب وبيسان نزلت هذه الصورة كات بيبيها غزل لانس شايب وكتانت كات بيبيها الساعدة الحقيقية انك تكون مع اشخاص وبتوثق فيهم وحاطت تاكل انس الشايب طبعا لخليهم البعض يا رب وان شاء الله يجمعون بيت واحد فكتمنوا بكمنتات شركوا بهذا الخبر ننتقل حاليا القمر طي يا حبايب ومثل ما تعرفوا انه هو اليوم عيد ميلادها فاليوم هي شكلة رايحة للحفلة فجنت هذا اللبس هذا اللبس وهي من تجه الحفلة ننتقل حاليا المفاجأة اليوتيوبر يا حبايب والي هو باريش دادا وتنزيل هذا اللبس هذا اللبس هذا اللبس وكاتب شو تتوقعه فيديو الجاي شكلة راح يكون مقلب ياشيم اللي هو مقلب الخيان عساسكم نية باي ستة فاكتمنوا بكمنتات شركوا بهذا الخبر بالنضاف النور ساري يا حبايب وتنزيل شوية ستوريات تقول انه بعد 24 ساعة باشر راح ينزل لنا فيديو خارق للطبيعة هذا الفيديو راح يكون كلش عاطفي شكلة حي تعترف بيحبها الهذاك الشخص مقدر الصراحة لحين نزلنا الساعة السابعة اكتبونيو بالكومنتاج قلتوا بتحمسين هذا المقطع وشو توقعون راح يكون ويصلوا لحبايب بنوصلة المقطع فاجلوا نقطة باللايكات وبس جانا يكون فايزة زي ما قادميك القصاص احبكم ومع السلامة